موضوع الانتخابات في المغرب في الحقيقة غني وثري ويحتاج إلى دراسات ليس فقط في بعده القانوني والسياسي في حسب بل أيضا في البعد السوسيولوجي والأنطروبولوجي مسألة الشعارات، الانتخابات، الحملات الانتخابية السلوك الانتخابي عند المواطن المغربي محددات وأساسيات في توجيه الناخب المغربي أشكال تدخل الدولة وتحكمها وآليات التي تعتمدها في ذلك تعامل الناخبين، انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية وخياراتهم العرقية والقبلية والإثنية والجغرافية ومدى تأثيراتها على الناخب في خياراته وتوجهاته أفق العمل السياسي برمته طموحات وتمثلات المرشحين أنفسهم كل هذه المواضيع هي في الحقيقة جديرة بأن تكون موضوع دراسات في مجالات وتخصصات علمية متنوعة ولا شك أنها ستكون مثيرة